أخيرا حدث ما حذر منه الجميع فقوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا اقتحمت مدينة حديبو مركز محافظة سقطرة ما جرى كما يراه البعض تحصيل حاصل نظرا للمعطيات التي سبقت أحداث اليوم فالإمارات اشترت ولاء قيادات عسكرية بارزة من خارج المحافظة ونجحت بذلك في احتواء اللواء الأول مشهة بحري أكبر مؤسسة عسكرية تتبع الدولة في الأرخبيل كما دفعت أبو ظبيا رواتب أعلى من رواتب الحكومة ومنحت العشرات من الأعيان سيارات وعقارات إضافة لوعود بالجنسية الإماراتية قبل ذلك بسنوات كانت قد سعت لاختراق المجتمع السقطري عبر الهلال الأحمر الذي عمل بلا هوادة على تجنيد العشرات باسم العمل المجتمعي آخر وأبرز الخطوات كانت نقل المئات من المقاتلين بحرا على مرأة من التحالف وبعلم الشرعية التي لم تحرك ساكنا لتعزيز القدرات العسكرية لأنصارها في الجزيرة مستجدات اليوم وفقا لبعض المحللين ما كان لها أن تحدث دون ضوء أخضر من السعودية وبحسب مصادر محلية مسؤولة في سقطرة فإن قيادة القوات السعودية المتواجدة هناك أخبرتهم بكل وضوح أنهم لا يتواجدون لحماية الشرعية ولن يكونوا مع طرف ضد طرف وهو ما يستدعي التساؤل عن حقيقة الدور السعودي في سقطرة التي تقترف فيها حليفتها الإمارات كلما يمس السيادة اليمنية وبالتالي عن خيارات الشرعية الغيبة إذا أما يحدث ترجمة نانسي قنقر